السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلي خلي خليك تروحش تمشيش بسرعة خليك خليك اسمعني اسمح الكلمتين بالله بعدين بتروح أحبتي أنا دمجت الحلقات يعني هاي الحلقة طويلة الشرح المفصل والأبراج والزوايا وكل شيء وحطيت توقيت في صندوق الوصف لكل فاصل يعني لكل مقطع إذا لما أحكي أخبار فلكية هي وقتها لما أحكي موجودة على التايم لاين يعني اللي عنده كمبيوتر أو هذا ممكن تظهر له اللي ما ظهرت له أي شخص من المتابعين على صندوق الوصف بلايهن أول شيء موجودات يعني بعد المقدم اللي محطوطة كوبي وحطهم في أول تعليق عشان أي واحد يكبس ويدخل على الإشي اللي بدو إياه كان على التوقعات اليومية بدو يروح على الأمور اللي إلها علاقة بالصحة بدو يروح على الأمور اللي إلها علاقة بالزوايا الفلكية اللي بدك إياه وإن ما بدك روح ولكن بعد ما استشارت كثير من الأشخاص واستشارتكوا طبعا وأخذت برأيي الجميع نسبي عالي جدا بدها أول إشي الحلقات المفصلة جدا للحركة الفلكية وهي كانت النسبة الغالبة على الموجودين بدهم الدردشة وبدهم الشرح وبدهم العلم وهذا شيء أسعدني جدا والقسم الثاني اللي بدهم يعني جزء بدو الحلقتين منفصلات عشان أنا برغي في حلقة المفصلة أكثر والجزء الثاني بدو اللي هي يكون حلقة وحدة ونرجع لما كنا عليه والأقل اللي بدهم مختصر فعشان هيك وصلنا لقرار أنه ندمج الحلقتين خلص نرجع حلقة واحدة ولكن أنه الحلقة بدو يظل فيها رغي وبدو يصير فيها شرح زي ما أنا بشرح بالمفصلة اللي كانت لحالها وما رح أرد على حد من اللي رح يقول لي كثيرة وطويلة واللي مش عارف إيش روح اسمع اللي بدك إيه ماشي هيك وروح اسمع اللي بدك إيه الحلقة طويلة مدة ساعة ساعتين نص ساعة ربع ساعة اللي بهمك خده من الحلقة اللي ما بهمك تسمعوش لأنه لازم أني أرض الجميع هيك بهاي الطريقة وحسب الاقتراحات وحسب التصويت وحسب التعليقات وحسب الرسائل وحسب الكلام فيه نسبة عالية بده تستفيد وفيه نسبة عالية بده تتعلم عشان حضر الجناب بعض الأشخاص اللي بتذايقوا من الرغي والحلقة الطويلة وما عندهم مش مزاج يسمعوا إيش علمي لمدة نص ساعة أو ساعة بدهم يسمع بس برجه يروح يسمع برجه ما يحرم الباقي فعشانيك ما رح أحرم الأغلبية اللي موجودة لأجل الأقلية فيه ناس كثير بتعمل توقعات على اليوتيوب بتختصر لك إياها وممكن تكتب لك إياها بطاقة صغيرة على الانستجرام هيك تحط لك إياها برجك اليوم ومبروك بدك تحبه وبدك تتجوز روح حبه وتجوز هون بس للشرح العلمي لأشخاص اللي بتهمها إنها تتعلم وتستفيد وتأخذ المعلومة وكيف إيجت المعلومة وكيف إنحطت المعلومة يتابعني اللي بده مختصر ومقشر واكتبله إياه بالتعليقات وخلاص يريح راسه هذا الإشي مش موجود عندي هيك كيف بس شخصيتي قوية اليوم بدي أمارس عليكم الشخصية القوية اليوم حر أنا واحد يعني ما يخد جروعتين كيماوي وما يخد جروعتين كورتوزون ومتصور صور أشعب ما بيعلم فيها لربنا والقلب ضارب ولازم أعمل أشياء لها علاقة بالقلب قصطر أو ما قصطر أو أشياء زي هيك يعني كل الدنيا علي والصحة علي خليني ما أجعلكو شوي سامحوني يا حبايبي معلش هي مش نوع من التحدي أو التبقح أو الكلام الهاض هي إنه الأغلبية كان بدهم فعشان هيك لقينا إنه ندمج الحلقات بيكون أفضل وهيك الكل بستفيد كل واحد بأخذ اللي بده إياه ونخلي حلقات منفصلة لها علاقة بالأخبار الفلكية والعلم والشغلات اللي زي هيك ولكن توقعات اليومية ما بيزبط أني أنا أختصر منها كل شخص بيستفيد من إشي في أشخاص بيدخلوا بيسمعوا الزوايا لحالها وبيستفيدوا منها في أشخاص بيدخلوا بيسمعوا الصحة والتجميل والأمور هاي وبيستفيدوا منها في أشخاص بيأخذوا سعادة ونحسة الكواكب وبيستفيدوا منها في ناس بتأخذ الأبراج وبتستفيد منها في ناس بتدخل بس عشان تسمع صوتي وتطمن علي أني أنا لسه عايش وبخير وتطلع يعني هذول أنا بعرفهم يعني أصدقاء ليلي الله يسعد الجميع ويحميكوا جميعا وبالأشرغي كثير خلينا نبلش بتوقعاتنا اليوم طبعا اليوم توقعاتنا هي ليوم السبت ستة أيار مايو القمر طبعا اليوم موجود بالعقرب وبدو ينتقل لبرج القوس يعني رح يكون بالقوس ساعة ثمانية وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيج القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعدين القمر بدو ينتقل لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط بما أنه القمر رح يكون موجود في برج العقرب لغاية ساعات اللي هي المساء معناته بنظل خلال هذا اليوم أو لغاية ساعات المساء أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا من نحبه بشدة يا من نكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أنه سيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وضع الضغط عاطفي محبط بلاش الاهتمام بشركات التعمين والقرارات الجديدة واتخاذ قرار حاسم لأنه الوقت مش مناسب لأنه تأثيرات الخسوف بلشت تتأثر فعشان هيك ما في داعي لهاي الأمور ولكن يهتموا بالبيت والعائلة أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابي اللي بين الزهرة وبين المشتري طبعا هاي زاوية منذكرها من يوم 28 أربعة ورح نظل نذكرها ليوم 12 خمسة طبعا ذروتها يوم 5 خمسة هاي الزاوية إيجابية قوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل علينا تعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل علينا عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل برضو هاي زاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك أو بهاي القدرات الفن ديكور تجميل أشياء من هذا القبيل وبرضو بتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة وممكن أن نحقق نجاحات شخصية وهذا الوقت مناسب لتطوير علاقة عاطفية إلها إيجابيات أيضاً على المستوى المالي إنه شوي بيصير فيه نوع من أنواع تدارق بعض المسائل البنكية أو الاضطرابات البنكية أو السيطرة على بعض الخلل البنكي أو المالي في العالم برضو إلها علاقة بتركيز موضوع معي على مواضيع إلها علاقة برجال الدين أو القضاء أو الأشخاص اللي بيشتغلوا بالسلطات التشريعية والقضائية جيدة على المستوى الفني شيئاً ما بتعطي نوع من أنواع الإلهام ولكن بتميل للحزن كل الأغاني أو المعزوفات اللي بتطلع بهذا الوقت وبتلاقي استحسان عند الجماحير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 5.5 إلى يوم 28.5 هاي الزاوية رغم أن عطارد بيتراجع فهون بيخدع بيغرر فينا بيغرر في الأشخاص بيخدعهم بيجيب نصابين محتالين فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي النقطة أما إيجابية هاي الزاوية فهي بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة لعمل فكري من مقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة أكثر من ثابر في أعمالنا في مشاريعنا وقت مناسب لتنفيذ أفكار فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية إلها علاقة برضو أنه بيركز وسائل الإعلام على مواضيع تاريخية أو تراثية يعني هو إلو علاقة بالاتصالات والتنقلات والسفريات والأمور هاي ولكن زي ما حكينا عطارد بيغرر وهو بيتراجع معناته بتكونوا حذرين في هاي النقاط بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين نبتون وهي قائمة ومن يوم 28.4 لغاية 11.5 وإحنا منذكرها طبعا هاي الزاوية ذروتها يوم 4.5 هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وبرضو هاي الزاوية وزاوية التقابل ايضا هاي زوايا سلبية جدا بيزيد من خلالها التحرش الجنسي واغتصاب الاطفال بتسبب انه نوع من انواع الارتباك وخيبات الامل في حياتنا العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول مهدئات مقدرات والمنشطات ايضا هاي الزاوية الها علاقة بما انها الزهرة ونبتن مع بعض فهنا بيصير في نوع من انواع الفشل لبعض الاطروحات او بعض الطرح الفني للأسواق او الامور اللي الها علاقة بمجال التجميل او مجال النسيج الازياء الاشياء هاي بيصير فيه خيبات امل او خسارات فعشان هيك مننبه كنا من التجميل في فترة تراجع وطارد وايضا من الزاوية اللي قاعد بتتشكل اللي بتعمل على خيبات الامل للفنانين او اللي بيشتغلوا في هاي القطاعات اما بالنشت سبيل الزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الشمس وما بين عطارد وهاي من يوم 28 اربعة منذكرها ورح نظل نذكرها ليوم 7-5 طبعا ذروتها كانت يوم 1-5 وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي كان صعب علينا إننا نفهمه بالفترة الماضية ولكن الآن نقدر إننا نستوعبه أكثر هاي زاوية ممتزجة تعطي إيجابية باتجاه ولكن تراجع وطارد أعطاها ميول للسلبية أكثر رغم إنه بهاي الفترة برضو من ناحية إيجابية إنه بتزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية إلا إنه سلبية هاي زاوية بتخلي أفكارنا مشتتة بقل التركيز عندنا نصبح متقلبين في المزاج يجب الحذر أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة من الحوادث أو الإصابات بتخلق لنا نزاعات في حياتنا اليومية وخلافات عابرة بتصير أما بالنسبة لتأثيراتها الدولية فهي بتركز على مشاكل إلها علاقة بالأخبار الكاذبة الأمور اللي إلها علاقة بتسريب بعض المعلومات الكاذبة والمضللة أمور إلها علاقة بانتقاد هي إما أمور إلها علاقة بوزارة النقل أو وزارة التربية والتعليم لبعض القرارات وبرضو الطلاب يعانوا من كثير من المشاكل في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وما بين أورانوس وهاي من يوم 1.5 إلى يوم 19 أمس تأثيراتها قائمة طبعا ذروتها يوم 9.5 غالبا بسبب هاي الزاوية تحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وأعتقد أنه هاي كلها الثلاثة حصلت بالفترة الماضية وبرضو هاي الزاوية بتزيد من عنادتنا وإن دفاعنا ومن حاول أن نطالب باستقلالية وبطريقة شديدة وغريبة أيضا عشان هيك برضو هاي سببت مشاكل لكثير من الأشخاص وبتجعلنا نخطب في أحكامنا وبصير فيه نوع من أنواع التحولات العنيفة في علاقاتنا برضو من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء بيعرضنا لوعكات لها علاقة بالقلب أو تشنجات عضلية السلام بحكي عن حالي قاعد أما بالنسبة للتاثيرات الدولية فهي بدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما احتمال إضربات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بدل على وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف وصارت زلازل وصارت بالله يستمر من الجاي أمور إلها علاقة بسقوط الطائرات وصارت حوادث إلها علاقة بالسك الحديد وإن شاء الله أنها ما بتصير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي من 23-4 ليوم 7-5 طبعا ذروتها كانت يوم 29-4 هاي زاوية بتكسبنا الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبرضو بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة وبرضو بتعطي دفعة كبيرة للأمور اللي إلها علاقة اللي هي الرحلات الجوية مدخيل إلها علاقة بالخطوط الجوية ولكن الزاوية تراجع عطارد هي اللي سببت نوع من أنواع الاضطراب والمشاكل بالطيران أو خلل بالطائرات أو أثناء الإقلاع أو تأخير بالطيران أو أشياء من هذا القبيل بتعطي شوي على الأمور اللي إلها علاقة بالأسطول الجوي العسكري أو تطوير بعض الصناعات أو تحديث بعض الأجهزة الصناعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي من يوم 28-4 لغاية يوم 13-6 طبعا ذروتها يوم 23-5 هاي الزاوية بما أنها قائمة معناته بتعرفوا أنه فيه نصب واحتيال عالي جدا قيلت الفترة القادمة لغاية 13-6 بيحقق بعض الأشخاص تقدم على حساب الآخرين يعني بمعنى آخر بتشتغل بعمل سهل جدا أي شخص يأخذ الفكرة منك أو يأخذ عملك منك وينسب له ويطلع على كتافك أو يسرق مجهودك وينسب له نفسه فهاي الفترة بدكوا تنتبهوا من هدول الأشخاص حتى لو كانت فكرة قصيدة أغنية موسيقى أي شي حتى في أعمالكم حتى في علاقاتكم بالبيت بدكوا تنتبهوا من هاي النقطة مرضو هاي من تأثيراتها إنها بتعرض بعض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهذه فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعراقيله ما بتم أو ما بتم توصل أو التوصل لا اتفاق هاي فترة ممكن يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعب كبير ولكن للأسف الشديد بيكون مضلل للكل يعني بيكون زر من الصاب بمعنى آخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي قلنا أن تأثيراتها مستمرة من يوم 22.04 ليوم 22.06 مدتها الطويلة يعني بتكونوا حذرين بالفترة القادمة أيضا على المستوى المالي تحديدا دروة هاي الزاوية يوم 18.05 هاي الزاوية بتدل على خسارات مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير جدا بالأمور المالية طبعا من يوم 22.04 وأنا بنبه لنفس النقطة والكل شايف أنه دوليا الأمور قاعدة بتتفاقم على المستوى المالي انهيارات بنوك بتسكر مشاكل لها علاقة الخطط المالية حروب لها علاقة بالمال والقادم أكبر لمحت أنا لنقطة في بعض الأشخاص راسلوني اللي بقلهم علاقة بالاقتصاد وأيدوا الفكرة اللي أنا أو الموضوع التحليل اللي أنا حكيته وقالوا لي أنت اللي حكيته صحيح وهذا قاعد بصير على الساحة اللي هي عملية تحويل العملة من عملة ورقية أنت ماسكها بإيدك لعملة رقمية رح تصير بس مجرد رقم موجود على الأجهزة وهذا الإشي رح يضر بالجميع لأنه كل إشي عندك رح يصير مراقب من وين وكيف ولمين وشو اشتريت وشو بعت وشو عملت وين صرفت سلامتكم جايين على إشي بخزيه طيب عشان ما ننحبسش برضو هاي الزاوية بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة هذا الحكي اللي أنا حكيته من أول حلقة بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن أنها تضر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في قطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه وبرضو بتدل على وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص أيضا وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع تفجيرات أو حرائق من أيدي أطراف خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد برضو أو يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول التي تقع على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين طبعا الزلازل صارت زلازل أمور إلها علاقة بالكوارث الطبيعية مش الحرائق العصير والأمور هاي بكثرة وأيضا انتبهوا أن يوم الجمعة لما نبهنا قلنا الخسوف شفتوا الجو كيف صار قلنا دايما في عند الخسوف والكسوف بيتقلب الجو بشكل مرعب فبما أني ببث الحلقة هاي يعني أعطوني كيف الوضع عندكو بالله على مستوى المناخ أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر طبعا أول زاوية رح نحكيها ورح نعيدها اللي هي زاوية الخسوف زاوية التقابل السلبي اللي ما بين القمر والشمس اللي ما زالت تأثيراتها موجودة طبعا هاي الزاوية بدأ تأثيرها هي ذروتها كانت الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد عصر يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ولكن تأثيراتها بدأت من يوم مساء يوم الخميس ورح تستمر حتى عصر يوم السبب عشان هيك نذكرها في الحلقة هاي وحولنا انه هاي الزاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر اما بالنسبة لا الزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس برضو هاي ذكرناها يوم أمس وقلنا انه هاي الزاوية رح تتشكل الساعة 12 و53 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبب ورح تبدأ تأثيراتها من ساعات ظهر يوم الجمعة ورح تستمر تأثيراتها لعصر يوم السبب طبعا هاي الزاوية تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعي التأثر عن دين غريبين الأطوار بتعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف تدفعنا لعلاقات عابرة أو من وراء الكواليس أو بالخفاء وبرضو بتعرضنا لفراق بشكل مفاجئ بتدل دوليا على استياء في الرأي العام من تضييق الحريات خصوصا حرية المرأة وبرضو بتدل على وقوع حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكتلات البشرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي بداية الوحد يتنفس خلال هذا اليوم طبعا هاي الزاوية ذروتها الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الخميس اليوم السبت ورح تستمر هاي الزاوية بتأثيراتها من ساعة مغرب يوم الجمعة وبتستمر لغاية مغرب يوم السبت يعني تأثيرها طول اليوم بدكتها أسبوعها بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي يعني هاي هنا ضمننا اليوم في بعض المكاسب المالية وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا الوقت بصير مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة وبتدل على حسن الحالة النفسية وبرضه بتعطي ارتفاع رائع في المعنويات على المستوى العسكري أو على مستوى العمال أيضا وممكن اليوم إنه شوي يكون في مردوديات أكثر ومنلاحظ في هذا اليوم قلة في عدد العمليات الجراحية وهذا ما أتمنى لأنه فترة خسوف ما بنصح بالعمليات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية برضو بين القمر وبين نبتون إيجابية ساعة 2 و37 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر اليوم السبت وطبعا تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من صباح يوم السبت وبتستمر حتى صباح يوم الأحد هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الأشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية زي الديكور والتجميل والأمور أي إشي اللي علاقة بالمجال الفني هدولا رح يبدو عليهم هذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتك رومانسيتك يعني حبه هدايا وأجواءه وعواطفه وأمور ممتازة للحبيبة وبرضو بتمنحك كفاءات لأمور إلها علاقة بالمسرح وبتعلي من طاقة الأشخاص روحانيا برضو بتدل على حسن حالة المشتغلين بالقطاع البحري والصيد والصناعات المرتبطة بالسوائل وزيادة في مردودية أمور إلها علاقة بالنفط والصيدلة والاهتمام بالعقيدة أو اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم ركزوا لي على موضوع الروحانيات لأنه هذا رح نرجع له الآن في زاوية أخرى طبعا بعد هاي زاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ ساعة 22.37 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش ورح يستمر لغاية الساعة الثمانية وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر ويصير في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فما بالكو هاي الزوايا وأيضا عن ذروة خسوف واكتمال قمر وتراجعه طارد يعني سلامتكم للي بده يبدأ بإشيله علاقة بتوقيع عقوده خطوبي وزواجه تجميل ومش عارف إيش بالفترة الساعة ثمانية وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرانيتش القمر خلاص بنتقل وبصير في برج القوس عشان هيك نشعر بابتهاج نجد الناس أكثر مراحا ننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة اللي استمتع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أما بالنسبة للزاوية التي رح تتشكل حلوة هاي التي رح تتشكل يا بي هدول اللي بدقق لغويا شو بقهرهم لا وبيجي بقول لي أنت تلحن باللغة العربية أنت تخطئ بالتشكيل راقب قواعد اللغة العربية عمي أنا بحكي عمي إحنا بالأردن هيك لهجتنا هذا أنتو بتفكروه لغة العربية اللي أنا بحكيه طيب عندك تسمعني وأنا بحكي لغة عربية وروح اسمع الأدعية اسمع القرآن اسمع القصائد اللي بحكيها وشوف بعرف القواعد اللغة العربية ولا لا إحنا هيك باللهجة العامية بالأردن هيك منحكيه والله الأردنية يكتب لهم بالتعليقات يعني وين اللغة العربية في الموضوع أنا بحاول أقرب بعض الكلمات لكلمات للأشخاص اللي من المغرب العربي يفهموا لها الكلمات اللي أنا بحكيها لأنه بعد مرة ممكن أحكي كلمة يضربوني بالصرامي أو بالكنادر يفهموها غلط عشان هيك بضطر أني أنا أحكي بعض الكلمات قريبة من اللغة العربية عشان تكون مفهومة يعني أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية قوية جدا زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو إيجابية الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ذروتها من مساء يوم السبت ولكن تأثير هاي زاوية بيبدأ من ساعات طهر يوم السبت وبيستمر حتى صباح يوم الأحد عادة لما بتتشكل زاوية ما بين القمر وبين بلوتو معناته بصير عنا اهتمام بالغيبيات أكثر بالروحانيات أكثر بإمكانها هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا منتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب مواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع وبتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام وخصوصا مكانة المرأة وهاي فترة مناسبة لتطوير صناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها طبعا روحانيات عالية جدا خلال هذا اليوم وأمور الها علاقة بالهدايا والحب والغراميات والمصالحات أيضا للأشخاص اللي بدهم يعملوا مصالحات أما تغيير الأجهزة والمعدات فتراجع عطارت بقولك تفقدها وأوراقها والأشياء هاي وما تغامرش أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي رح نذكرها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهذه ذروتها الساعة 6 و 11 دقيقة من صباح يوم الأحد ولكن بذكرها اليوم ليش لأنه بتبدأ تأثيراتها من ساعات مساء يوم السب وبتستمر حتى مساء يوم الأحد بسبب هاي الزاوية من واجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب مننا إننا نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة بنكون متقلبين غير راضيين اكثيرين النقد والعناد ميالين للكآبة والاكتئاب أكثر وبتدل على استياء الرأي العام من وضعية الشيوخ والمتقاعدين والمرأة خصوصا في العالم القروي أو العالم العالم اللي هو أو من تعسف رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطرابات في أمور الحلاقة بالبورصة خلال من ساعات مغرب يوم السبت ولغاية مساء يوم الأحد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا من الآن ولغاية ساعات المساء مساء يوم السبت الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج والإحليل والغداد التناسلية والمبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات أما من ساعات المساء بيصير عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا بالنسبة لهذا اليوم لأنه مراحل الاكتمال والخصوف وأيضا الزوايا كلها اللي بتتشكل فما بنصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية جدا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مهما كانت ولا يصلح لا لإزالة شعر ولا لقص شعر عادي ولا تجميلي ولا صبغ يعني إذا حنى أو قص عادي أنت متعود على تصبيط الشعر والشغلات اللي زي هيك ما أي مشكلة ولكن مش شيء تعتمد عليك قصة تغيير لك أو شغلة زي هيك انسى الموضوع أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج القوس من مساء يوم السبت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم ثمانية خمسة بيبدأ خلو المسار ساعة آآ ثمانية وسبا وعشرين دقيقة مساء بتوقيت 그�ينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 18 و 32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل عمر ستعشر يوم في تمام الساعة خمسة و22 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير عمره 17 يوم نسبة الإضاءة 98% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21-5 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعة الظهر بتصير سعيدة بنسبة 15% القمر في العقرب وبدو ينتقل للقوس في ساعة مساء يوم السبت ورح يضل في القوس ليوم 8-5 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 40% في ساعات المساء بينزل نسبة السعودة لـ 15% عطارد في الثور حتى يتراجع حتى يوم 15-5 منتحس بنسبة 40% الآن وفي ساعات منتصف الليل بتنزل نسبة النحوس إلى 15% بسبب الزوايا الإيجابية اللي بشكلها ولكن ما بيلغي نحوس التراجع الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-5 سعيد بنسبة 30% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً القمر بيوجوده في مكانين اليوم رح يعطيك يعني تقلبات فيها نوع من أنواع الإيجابية أول إشي رح يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض والكلام والتحافظ على أعصابك من العصبية والتوتر اليوم ممكن تضطر لتقديم تنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء لاهم أنك تتقبل آراء الآخرين بدون أي تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو بملف أما من ساعات المساء هنا بتنشطوا بالعلاقات مع أشخاص خارج البلاد بالسفريات والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء بتصير إيجابية في ساعة المساء أكثر من طيلة النهار ممكن تعززوا علاقاتكم مع الأحبة وممكن تسمعوا خبر كنتوا بتنتظروا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر ما زال موجود مقابلك لغاية ساعات المساء فعشان هيك بظل فيه نوع من أنواع التوتر والقلق والإضطراب العصبية الاكتئاب الفقد الطاقة والخسوف أيضاً يعني كل الكركة بهاي الموجودة موليد برج الثور يعني داخلين بالحيط فعشان هيك بظل اليوم برضو في نوع من أنواع الضغط لأن القمر مقابلك وطاقتك ضعيفة دك تنتبه لهدوء أعصابك تنتبه من المشاكل ما بينك وبين شركاء المال والعاطفة وتحافظ على صحتك أما من ساعات المساء فهنا القمر بدو ينتقل للبيت الثامن يعني بتخف الضغوط عليك شوي بصير الاهتمام إلو علاقة بالأموال المشتركة أو حل مسألة مالية أو الاهتمام بالفواتير بالاهتمام بالدفعات بمال الزوج الزوجة الأشياء زي هيك أهم شيء أنك تحاول أنك تدقق بالتفاصيل وتحاول أنك ترتب الوضع المالي بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اليوم القمر في البيت السادس وبدو يتجه ويصير مقابلك تماماً معناته هذا يوم يعتبر ضغط على موليد برج الجوزاء رغم أنه فيه إيجابيات ولكن السمى الغالبة بيكون فيها ضغط ممكن اليوم ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال أو تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم إذا ما شتتت حالك بأكثر من عمل في نفس الوقت حاول أنك تراعي ظروفك الصحية بشكل جيد اليوم تقدر ترتب الأوضاع وتحسن أحوالك إذا ركزت بشكل بدون عصبي وبدون حدي وبدون مشاكل من ساعات المساء هنا القمر خلاص رح يصير مقابلك تماما ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وحاولوا أنكم ما تضخموا الأمور وما تدخلوا بأي مشاكل لأنه أنتوا الحلقة الأضعى برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم بيعطي فرصة مناسبة جدا لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من المسؤوليات العجواء ممتازة جدا للحب للغرام للتعارف للتلاقي لتعزيز العلاقات مع الأحبة أو التقرب من أحد الأحبة أو مصالحة أو التراجع عن قرار ولكن دير بالك من الغير والشك لأنه هدولا بيسببوا مشاكل كثير خلال هذا اليوم وبعد عن الخصام ممكن بعد موليد برج السرطان يهتموا بصحة أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما من ساعات المسافة هنا بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر لأن القمر رح ينتقل لبرج القوس بيت الصحة والعمل فبصير الصحة عليها علامة استفهام وأيضا العمل بصير أكثر من المعتاد فعشان هيك بتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم ابتداء من ساعات المساء واللي بشعر بشيء غير اعتيادي راجع طبيبه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا حاول إنك ما تسمع لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك اليوم بتنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية أو بيكون عندك لقاء عائلي أو خبر إلو علاقة بالعيلي أو حدث معين بعضكم ممكن يهتم بمسائل إلها علاقة بالبيت بالعقار ببيت جديد بترحيل بالأمور هاي ولكن انتبه للفوتير وانتبه للعقود وانتبه لكل شيء تراجع طارد ما زال موجود بأثر بشكل كبير على تشتيت الفكر والعصبية أيضا في حل المشاكل العائلية أما من ساعات المساء فهنا القمر بده ينتقل البيت الخامس معناته فترة ممتازة جدا بتبحث عن قاسم مشترك بيجمعك بأحبائك قترة ممتازة من ساعات المساء لها علاقة بالتقرب من الأحبة المصالحة الغراميات وبالتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة خلال هذا اليوم وبإمكانكم تعبروا عن رأيكم وتفاوضوا بجراءة وبتتمتعوا بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع ولكن لا تفرضوا رأيكم ويبعدوا عن الانتقاد والحوارات الجانبية والعصبية ممكن يعني يدخل العنف في ساحة بعض موليد برج العذراء إما منه أو عليه ولكن الأهم ضبط الأعصاب والأهم تنتبهه أثناء قيادة السيارة وأثناء الحركة وأثناء الكلام الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وممكن على المستوى الدراسي ولكن بتكون تركزه لأنه عطارد مازال بيتراجع من ساعات المساء هنا بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية والتركيز بصير على المسائل اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن يترأعط المنزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك أو تركز عليه بشكل أكبر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا بتتحسن معنوياتكم وابتقوا ثقتكم بأنفسكم بشكل أكبر بتختفي الهموم وبتطمئن هواجسكم الطاقة ممتازة جدا والأجواء داعم لإلكم بشكل كبير وممكن تحصلوا على بعض الأرباح من عمل إضافي أو مستردات همات أو دعم أو هدايا حتى الأهم أنك ما تغامر على المستوى المالي كدفعات أو مغامرة مالية أو استراف فلوس بدون حساب من ساعات المساء تنشطوا بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بدكوا تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خصوصا اللي عندهم سفريات قصيرة أو بدهم يتحركوا بالسيارة ينتبهوا أثناء القيادة وأثناء حركتهم ممكن شوي بعض النقاشات والحوارات اللي تستفزك اضبط عصابك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا الطاقة اليوم أفضل من الأيام الماضية تستعيد حماستك بتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى خلال هذا اليوم إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف عندك وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير طبعا تعتبر فترة مميزة جدا حتى شخصيتك ونفسيتك اليوم بتختلف إلا من أمر العصبية والحدية في بعض الأوقات فحاول أنك ما تتسرع وتتأثر ببعض المواضيع اللي ما بتتعلق فيك أما من ساعات المسافة فهنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم الوضع المالي بصير بده إعادة التنظيم أو إعادة الحسابات حاولوا أنكوا تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع وما تبالغوا بمصاريفكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فمعناته طيلة اليوم حاول أنك تبعد عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن نتعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش أنك ما تجازف بسلامتك لأنها فترة فارغة من الحظ والأمور الصحية عليها علامة استفهام وحاولوا قدر الإمكان إذا بتشعروا بعي شيء غير اعتياد بتنكوا تراجعوا طبيبكم أما من ساعات المساء التعب هذا والإرهاق الموجود ببلش يتلاشى شيئا ما مش بشكل كبير لأنه عطارد ما زال فيتراجع في الثور فهنا من ساعات المساء تمتلقوا نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات بشكل بناسب وضعك يعني حتى النفسية بتصير أحسن تتمتع بالقدرة على شحن نفسك بالطاقة وتغيير مزاجك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تعتبر هاي الفترة فترة يعني مميزة طيلة اليوم لغاية ساعات المساء للتحالفات للتعاون للمشاركة بالمناسبات الاجتماعية يعني تحاول تعلن عن رأيك أو الحصول على موقع معين تتفاعل مع المسؤولين كلها هاي أجواء جيدة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء نشاط عالي وممكن حتى بعض الأشخاص يبدروا لمساعدتك في مسألة ما ولكن من ساعات المساء القمر بديوصل للقوس بيت متاعبك فمن ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهم مش أنه ما توقع على عقد ما تحسمه أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً القمر بعطيك طاقة إيجابية متقلبة ولكنه بدك تحاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك الأجواء جيدة لتقديم طلبات العمل أو المقابلات والحوارات وتعاملكم مع رؤسائكم بالعمل ولكن لا تهمل عملك وما تعصب وما تخالف القوانين وأي شيء بشوه السمعة حاول تبعد عنه قدر الإمكان ما في داعي للمغامرات أما من ساعة المساء فهو أنا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة طبعا أهم نقاط خلال هذا اليوم إنه حاول تستفيد من علاقاتك ومعارفك لأنه من خلالهم ممكن تستفيد كثير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتستعيد حماستك تنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار ويعتبر هذا اليوم يوم مميز جدا في كثير من المفاجآت بالنسبة لإلك ممكن علاقة مع جانب أشخاص خارج البلاد حوارات نقاشات دراسة امتحان سفرية أشياء من هذا القبيل حتى الغراميات ممتازة وممكن تحصل على بعض المكاسب المالية يعني عندك نشاط عالي جدا طيلة اليوم ولغاية ساعات المساء من ساعات المساء هنا بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ماشي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وما تشوهوا سمعتكم بتصرفاتكم طيب اللي ما حطش اللايك ينزل يحطه واللي حط اللايك شكراً إلوه واللي بدي يشترك يشترك واللي بدي يلغي اشتراكه يلغي اشتراكه وشكراً لإلكم اللي اتحملتوني 51 دقيقة صار لي بسجل الله أكبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء